رجل بنى مسجدا من ماله الخاص وعندما توفي هذا الرجل كان قد أوصى أن يدفن داخل المسجد فدفن داخل سور المسجد ولكن خارج الحرم ما حكم الصلاة داخل الحرم المصلى وهل تجوز الصلاة في هذا المسجد عند الضرورة؟ إذا كان القبر في داخل سور المسجد في داخل سور المسجد لا يصلى في هذا المسجد لأنه مبني على قبر ولكن أنت ذكرت أن المسجد قديم ليس فيه قبر ثم دفن فيه الميت هذا يجب حفره نبشه ونقله إلى المقبرة وإخلاء المسجد منه أما ما دام موجودا في المسجد فلا تجوز الصلاة فيه تذهب إلى المساجد الأخرى التي ليس فيها قبر نعم ترجمة نانسي قنقر